صرخة الأمهات لتعديل سن الحضانة وخاصة بالمحاكم الجعفرية ما كانت بس محط تأييد من أشخاص عانوا من هالموضوع صد هالحملة وصل لبعض رجال الدين يلي اعتبروا أنه هالصرخة محققة ومنهم المفتي الجعفري أحمد طالب يلي كان من أول المؤيدين لهالحملة وما اعتبره ضد الدين أبدا سمحت المفتي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك اليوم حضرتك مفتي جعفري بتساند حملة ضد المحكمة الجعفرية أول شي بدي أسألك إيه هو سبب تأييدك لها الحملة أول شي سمحيلي أني أعيد أمهات العالم بهذا العيد وبتمنى أنه يجي العيد الجاي إن شاء الله وتكون الأمور أفضل حتى على مستوى القوانين وعلى المستوى الصحي أنا بتأييدي عم بأيد المحكمة الجعفرية ولست ضد المحكمة الجعفرية لأنه أنا بعتبر أنه المحكمة الجعفرية المفروض أنه يكون عندها مرونة أكثر مما هي عليه اليوم وأنه المحكمة الجعفرية هي من أيام السلطنة العثمانية إلى اليوم ما في تعديل القوانين دخل عليها وهذا منه شي صحي ومنه شي علمي دائما الأمور بتغير ونحن عندنا فقه مرن وعندنا اجتهاد باب الاجتهاد مفتوح وعندنا مرونة بالفتوى موجودة في داخل المذهب فالمطلوب هو التطبيق يعني حتى اليوم المحكمة الجعفرية بتتمسك في سن الحضاني بالنسبة للصبي بالسنتين بناء على فتوى المرجع الأعلى السيد السستاني للطائف الشعي لكن بنفس الفتوى بنفس الفتوى السيد السستاني يقول ويستحب الإعطاء السبع سنوات للذكر كما للبنت يعني اليوم حتى السيد السستاني بالفتوى تعيته ما أعطي حل ما أعطي مخرج أنه ما ضرورة تلتزمه بالسنتين فيكن تروحه للسبعة وهذا أفضل وهذا أحسن من الناحية الدينية فنحن إذن الموضوع مش موضوع نص فقه ولا موضوع مادة فقهية ولا موضوع اجتهاد فقه الموضوع موضوع قانوني موضوع تمسك برأي ما في داعي للتمسك فيه لأنه عم يعمل تداعيات اجتماعية خطأ نحن بوقت ما فينا نجي نشيل طفل عمره سنتين من حضن أمه هذا خلاف الطبيعة القائمة اليوم في المجتمعات خلاف الحاجة اللي موجودة للطفولة اليوم لأنه الطفل بالنسبة له حضن أمه يعني مملكته بهذا العمر ما فينا ننزعه من مملكته ونترك كل الأثار السلبية على المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي وتحت عنوان أنه نحن متمسكين بنص هالنص ذاته بيعطينا أفضلية أنه نحن ما نتمسك فيه والمفروض يصير فيه تعديد يعني من أبسط الأمور أنه يصير فيه تعديد لإله اليوم حضرتك مؤيد لحملة حضانة ضد المحكمة الجعفرية تخون؟ مش أخون بلعنى التخوين ولكن في ذهنية قائمة اليوم على أنه نحن بوقت ليش أنتوا بتكون دائما تعطوا للمرأة هذه المساحة بيعتقدوا المجتمع اللي نحن أكيد نحن ما فينا نكرر أن نحن مجتمع بيئة وبيئة ذكورية بيعتقدوا إذا نحن أعطينا للمرأة شوي مساحة أكتر مما اعتادت عليه أنه هذا بيأثر على الأسرة وعلى مصلحة إدارة العائلة هالنفس هذا نحن ننتقد فيه وبيحاول يقولولنا أنه بكفت نفخه برأس النسوان بهالزمان لكن نحن بدنا نقول بكل صراحة نحن ما بيعنينا ردات الفعل الشعبية أو نحن بدنا نحكي منطلق ديني ومنطلق علمي ومنطلق حق الطفولي نحن اليوم قبل كل شيء على مصلحة الطفل لما منيجي مننظر بالقضية اللي إلع علاقة بالطفل بدنا نشوف مصلحة الطفل وين وبدنا نشوف نحن اليوم الدراسات العلمية القائمة شو بتقول عن حاجة الطفل بهذا السن المعين لما ما منلاقي شيء بعارضوا بالدين ليش نحن بدنا نبقى متمسكين في قانون أو بند يمكن بسهولة أنه نحن نعدله وخصوصا أنا اللي بدي أقوله أنه في بعض القضاة عم يعطوا سبع سنوات وهذه عم تروح نحو الميزاجية أو التدخلات يعني فيه اجتهد عم بيصير موجود طبعا وبالمحكمة العليا وهذا الشيء الملفت بالمحكمة العليا بالمحكمة الجعفرية أكتر من 90% من اللي بتروح قضاياهم للمحكمة العليا للإستقناف عم ياخدوا سبع سنين طيب إذا المحكمة العليا عم تعطي سبع سنين يعني معناته أنه الموضوع مش موضوع فقهي ولا موضوع اجتهادي حتى نجي نحن نقوله الفقه والاجتهاد هذا الموضوع بده قرار تعديل قرار تعديل قانون بالمجلس النيابي بده آلية معينة الآلية ما حصلت بس أنا كنت على علم على اطلاع أنه كان فيه جدية في عملية تعديل القانون الظروف دي صارت بشوية سياسية ضغطة في لبنان يعني تعديل القانون بده قرار سياسي بده قرار مجلس النيابي طبعا بده يصير فيه اقتراح قانون بالمجلس النيابي اللي تعديل المحاكمة بده يتقدم من الهيئة الشرعية بالمجلس الشيعي اقتراح قانون بده روح على المجلس النيابي المجلس النيابي بده يعد القانون فهذا الموضوع إلو آلية معينة هالآلية تأخرت بعتقد بسبب الظروف حسب معلوماتي أنه مأخوذ قرار في عملية التعديل ما حيبقى هيك اليوم المفارقة أنه الدول اللي تتبع المذهب الجعفري مثل العراق وإيران ما بيطبقوا يعني عندهم صن حضانة ما في سنتين مختلف عن عن اللي نحنا عنا إيه باللبنان يعني هني الولد ما بيروح نبيه على عمر السنتين لأنه بالأنظمة اللي موجودة في تلك الدول في قانون أحوال شخصية ضمن الدولة فالمحكمة الشرعية يعني بتتمسك أو بتمشي على أساس قانون الدولة الدولة واضعة قانون مثل قانون أحوال شخصية عام لكل الناس بيتمسكوا فيه مثل قانون المدني تقريبا للدولة المحكمة الشرعية بتحكم على أساس هذا القانون ما بتحكم على أساس فتوى أو على أساس يعني منا هي مرجعية الفتوى مرجعية قوانين الدولة المقرة في المجلس النيابي لذلك نحن اليوم في لبنان ما عنا هذا الموضوع اليوم في لبنان كل مذهب أو طائفي في عنده قانون أحوال شخصية خاص فيها وهو هذا اللي عامل الإشكالية القائمة اليوم نحن أنا بقولك شي نحن اليوم منقدر أنه نجي نطرح حتى على مستوى إذا بيقبلوا السياسيين إذا بيقبلوا الجو العامي يصير فيه قانون أحوال شخصية يدرس بطريقة علمية طريقة عادلة كمان طريقة عادلة ياخد بعن الاعتبار تقريبا الرأي الشرعي عن كل المذاهب الطواف ما يتعارض معه ويطبق في لبنان على أساس هو قانون للأحوال الشخصية عام لكل اللبنانيين بهالحالي هاي المحاكم الشرعية بتصير ملزمة إنها تلتزم بهذا القانون وأكتر من هيك بدي إليك اليوم نحن بنجي بنقول بشرق بالفتاوى اللي عنا أو بالمحاكم الشرعية اللي عنا اليوم إذا بيصير فيه إمضاء أو اتفاق بين الزوج والزوجة على شروط معينة من جملتها حق الحضاني للزوجة لو طلقت هذا ملزم بالمحاكم نحن لما بديجي بنعمل شي عام قانون عام بالدولة عند ذلك الزوج والزوجة أي اتنين بتروحوا يتزوجوا بيروحوا بيقولولهم بالمحاكم شوفوا هذا الزواج عم بتم على أساس قانون الأحوال الشخصية المقر من قبل الدولة إذا انتوا بتكن تعملوا استثناء وما بتكن تلتزموا فيه تفضلوا وقعوا أما إذا ما وقعتوا معنى ذلك أن القانون العام بده يمشي يعني الدولة إذا بتقول قانون لو نفترض للعشر سنين إذا توافقوا على هذا الأمر بيصير عقد الزواج اللي عنا نحن كأنه مشروط بهذا القانون نحن عنا شرعا جائز ما عنا مشكلة بهذا الأمر فإذا إما بيصير فيه اتفاق وتوافق في الدولة اللبنانية وهذا ما بعرف قديش ممكن بلبنان على قانون أحوال شخصية ملزم من قبل الدولة تلزم فيك جميع الطواف إلا من لا يريد فهو بيوقع بالمحكمة الملية الخاصة فيه أنه أنا بدي ألتزم بالقانون الشرعي ما بدي ألتزم بالقانون المدني بيكون الأصل هو قانون المدني بالدولة ومن لا يريد هذا القانون بيكون استثناء بخلاف اللي موجود اليوم اليوم الأصل هو القانون الشرعي ومن لا يريد بده يطلع يروح هو يمضي على قانون خاص إما مدني أو غير مدني سمحت المفتي رئيس المحكمة الجعفرية الشيخ محمد كنعان دع الأشخاص المعطردين على أحكام محكمته اللي مش عاجبه بيخرج من ملته وكأنه اللي بيعترض عم يكفر عملية التكفير نحن عنا موضوع كتير صعب كتير شائك مخالفة قانون ما بتكفر مخالفة قرار محكمة ما بيكفر الاعتراض قد يكون عنده صحيح علمي النقاش غير ممنوع نحن عنا أبدا المخالفة غير ممنوعة بالمعنى اللي هي يعني ما بتخرج عن الدين بعبارة أدق ما بتخرج من الدين المخالفة نحن منعتبرها أنه والله إذا واحد خالف الشرع هو عاصي مذنب نطلب منه أنه يتوب ويستغفر الله بس ما بنخرجه من الملة بعدين أنه الموضوع مش هيك يعالج يعني اليوم اللي عم يعترض ما أصده يعترض على الدين لحتى نجي نقول اعتراضه على المحكمة واعتراضه على الدين هو يمكن عم يعترض على أداء القاضي ممكن عم يعترض على طريقة التعامل معه بالمحكمة على ظلم معين ألحف ألحف على عدم وضوح عند القاضي خليه ياخد حكم معين استنسابية معينة ممكن صاحب الحق بعد الحالات بيكون هو محق لكن ما عنده إثباتات وأدلة يقدمها للقاضي بيشعر بالمظلومية فبيعترض على الحكم اللي صادر عن القاضي اعتراضه على هذا الحكم ليس اعتراض عن الدين على الدين حتى نجي نحن نخرجه من الملة ولا هاي طريقتنا في معالجة القضايا يعني أنه نحن اليوم بدنا ناخد الأمور بحلم بدنا ناخد الأمور بموضوعية دورنا أنه نحن نحاول يعني نحاول الناس نستمع لهمومن ومشاكلن اليوم ما فينا ننكر أنه بالمحاكم في مشاكل كتير كبيرة ما فينا ننكر أنه في قضاة غير نزيهين ما فينا ننكر أنه في تدخلات سياسية ما فينا ننكر أنه في تدخلات مالية ما فينا ننكر أنه في عصمة ما فينا ندعي أنه في عصمة يعني بالمحاكم اليوم اليوم في موظفين غير نزيهين في قضاة أيضا غير نزيهين في قضاة غير كفوئين طب كيف تتم المحاسبة؟ هذا المحاسبة هذه راجعة المفروض يصير فيه للتفتيش تفتيش القضائي هو يروح يحاسب هو يروح يشوف شو عم بيصير ولكن هذا الموضوع مهمل خصوصا بالمحاكم الشرعية لأنه عادة بيكون إلى غطاء سياسي والقضاة هنا بيكونوا تابعين لجهات معينة بيكون عندهم شيء من النفوذ أو شيء من الغطاء مثل تركيبة لبنان القائمة اليوم لما بيجي حتى لما بيصير فيه معرفة يعني نحن فيه قضايا كتير وصلت لألنا وحاولنا نوصلها لرئاسة المحاكم ووصلت لرئاسة المحاكم لكن ما صار فيه أي ترتيبات أو أي محاسبة أو أي مجال استقديبية وإذا بده يصير فيه مجلس تقديبي بيصير فيه مية تدخل يعني برأيك بين رفع الغطاء السياسي وساعتها بيصير فيه محاسبة بكل لبنان مشكلتنا هو الغطاء السياسي بالأمورنا الاجتماعية بأمورنا السياسية هي التدخلات السياسية يلي هي تتحمل مسؤولية كبيرة مشكلة المسؤولية تتحمل مسؤولية كبيرة لأنه القاضي النزي المفروض أنه هو يفضل يستقيل على أن يسمح لحد سياسي أن يتدخل في قضية هو يمارس فيها نوع من العدالة ولازم يعطي فيها الحق لصاحب الحق وعننا تجربة نحن بالطائف الشعية في عنا كان رئيس محاكم الشيخ حمد جواد مغنية رحمة الله عليه في زمن يعني ماضي توفى لما طلب منه من قبل رئيس مجلس نيابي سابق تدخل لما اتدخل في قضية وطلب منه أن يصدر حكم لمصلحة فلان فأرفق له الحكم اللي هو أخده مع الاستقالة يعني هون رفض التدخل رفض تدخله وأعطى الحكم الشرعي الصحيح وبعت استقالي مع الحكم الشرعي لحتى يقله أنه أنا لا يا أما بلتزم بهذا الموضوع يا أما استقالتي اليوم نحن اللي بنقوله أنه التدخلات السياسية هذه موجودة في لبنان وهي سمة لبنان بكل أسف وبتدخلوا بكل شي لكن إنسان القادة النازيه لما بيشوف في مظلومية قدامه لما بيشوف في أم رح تنزل دمعتها في ليلي من الليالي ألا يخشى الله في دعاءها الأم أنه يعني بحقه أنه يوصلوا إلى شي في أمهات مش بس رح تنزل دمعتهم في أمهات بتنام عبواب المحاكم في أمهات بتموت هي وعم تترجى بس أنا تشوف بنتها أو ابنها لحظات معينة في مثل السيدة لينا يلي شفنيها يلي فقدت بنتها يلي ما قدرت حتى تودعها لبنتها ماي اللي فقدتها هي وبعيدة وبعيدة عنها يعني هل القصص اللي عم تحكي فيها سمحة المفتي موجودة موجودة بكثرة بين مجتمعنا هلأ ما بننكر أنه هذا الشيء قلت لك موجود وما بننكر أنه المحاكم المفروض أنه تاخد إجراءات يعني تعمل شيء مثل مراكز الصلح قبل ما توصل للقضاء ولمحاكم وهذا الشيء نحن حتى قرآنيا مأمورين أن يعني يشهد حكم من أهلها وحكم من أهله بمعنى يتدخلوا الناس بالأول بالبداية يصير فيه شيء ما قبل الحكم وما قبل القضاء محاولة إصلاح محاولة تفاهم إيجاد صيقة لأنه الطلاق بحد ذاته هو شيء سلبي المطلوب منه قديش نقدر نخفف من هالسلبيات تداعياته السلبية نخفف على الأطفال أولا وعلى الأم ثانيا وعلى الأب ثالثا لأنه بالتدريج عم نشوف نحن الأضعف ثم الأضعف اليوم نحن اللي نحن عم نشعره أنه ما عم يؤخذ الموضوع ببعد إلو إذا صح التعبير نظرة إنسانية القاضي عم يتعاطي اليوم كإنسان موظف في دائرة عم تجي الأم أو البي ما عنده وقت ممكن أو ما عنده ما بعرف قديش هو ما عنده بيعتبر حاله ومش مسؤوليته أنه ينظر للقضية بشق الإنساني طبعا ويحاول أنه يخفف قد ما بيقدر من التداعيات السلبية هذه الأمور عم تاخد إلى يعني كسر كثير من الحالات إلى علاقة بالأطفال إلى حالات إلى علاقة بالأموم الضعيفة اللي هي ربما الأم ما عنده أوقات إمكانية توقف محامة ممكن ما عنده إمكانية أوقات ما عنده داعم ما عنده جهة سياسية ضطيها هذا بدنا ناخده معنا الاعتبار من هون منقول نحن المفروض أنه يعني يحاول للقاضي قد ما بيقدر إذا هو منه قادر أنه يحيلهم إلى مرجعيات دينية أخرى هو بيعرف أنه فيه مشايخ قرى فيه أئمة مساجد عنده مجال لهذه التدخلات يحاول يبعدهم إلى هالأماكن هاي لعل وجد اتفاق ما يخفف من المشاكل إلى أن يوجد نوع من التعديل القانوني يلي بيخففنا السلبيات القائمة اليوم اليوم من إنجازات حملة حضانتي ضد المحكمة الجعفرية هي دفتر الشروط يلي وضعوا المجلس الإسلامي الشيعي واللي بيقول للمرأة أنه بدي كتشارطي قبل ما تتجوز يعني وكأنه الوحدة بدأت تحط شروط الطلاق هي وعم تتجوز إذا اليوم بدنا نشرح أكتر دفتر الشروط في كتير نساء من الطايف الشيعية ما بيعرفوا بعد بوجوده أول شي دفتر الشروط هو مدامه غير ملزم فهو هروب إلى الأمام مش حل القضية مش حل لأنه بعضه هو اختياري نحنا كنا نعمله بأي مكتب من مكاتبنا إذا بيجوا اتنين بدون يتزوجوا بنقول لهم حطوا شروط هي الشروط اللي موجودة بدفتر الشروط شروط معروفة يعني ما لنا شغلة ما بده دفتر شروط بيكفي أنه الأم تحكي بموضوع إلو علاقة بالطلاق إلو علاقة بأنها تشارك الزوج بالطلاق مثلا يكون عندها توكيل غير الزامي إلو علاقة بحضانة الأولاد إلو علاقة بموضوع النفقة أو شي هو هن الأشياء اللي هي أغلب المشاكل عليهم ما بدهم دفتر شروط مدام هو اختياري اليوم شو اللي بيصير نحن بمجتمع دفتر الشروط بده بيئة تقدر تتقبل دفتر الشروط أنا بمكتبي بيجيني مثلا عشر حالات زواج تسعة منهم اللي بيرفضوا الشروط هي الزوجة هي العروس مش العريض لأنه يمكن بتحس أنه الواحد وقت يكون عم بفكر يتزوج ما بيكون عم يتزوج ليطلق يعني ما بيكون مفتكر أنه رح يوصل لهذه المرحلة طبيعة مجتمعنا المرأة إذا أحبت بتعطي كل شي مش مثل الرجل الرجل بيضل عنده مساحة حسابات المرأة بتعطي كل شي بتعطي إلى حد التفاني إلى حد الذوابان بصير يمكن بتحس حالها إذا بمحل معين حطيت الشروط وكأنه هي عم بتهين الرجل اللي قدامها أو عم بتأثر بحقه لا بيكون سيئة الزايدة أنه هذا يعني هي متخيليته أنه هذا الفارس الجاي على حصان الأبيض اللي كانت عم تحلم فيه من هي وطفلة لحد دلق لأنه نحن بكل أسف بمجتمعاتنا من لما بتخلق البنات من لما بعدها يعني صغيرة بيصيروا يدللوها ويخلوها تحلم بالفستان الأبيض أنا دائما بيدعي بقول لهم غيروا هاي الثقافي المفروض اليوم تثقفوا البنت أن تحلم بروب التخرج مش بالفستان طبعا الزواج روب التخرج بيحصنها أكتر لأنه إذا لبست روب التخرج وكانت عندها استعدادات علمية وفكرية وثقافية هي رح تقدر توقف كانت إجا نصيبة ولا ما إجا نصيبة منا كارثة إذا ما إجا نصيبة مدامة هي تملك سلاح العلم وتملك سلاح الانتاجية وما حتحتاج لحدها لا تنكسر قدامه وتنذل قدامه ثقافة الثوب الأبيض هايدي الثقافة عم توصل البنت إلى مرحلة بس يجي الشاب مستعدة تضغاضع عن كل عيوبه لأنه بدأ تلبس الثوب الأبيض بتحاول تقليل أن تبهي تقليل أن تشوفي فيها الخطأ الفلاني فيها التصرف الفلاني لا 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 كله بيتصلح كله بيصير بعدين أنا أنا في بينه وبينه حب بعد الزواج بتوقع الكارثة بصير الدين بدي يتحمل المسؤولية أنا اللي بدي أقوله في ظل مجتمع في هيك ثقافي عند الفتاة ما فينا نيجي نعطيها دفتر شروط اختياري هي ما عم تقدر تحصن حالها نحن بدنا نحصنها يعني برأيك هالشي ما لازم يكون اختياري لازم يكون الزامي طبعا لازم يكون الزامي اليوم حتى يعني الشيخ بيقدر هو يقرر إذا بدي يعطيها يا لدفتر شروط ولا لا يعني مش بس يم فيها تختار إذا بتقبل فيه ولا لا كمان الشيخ اللي عم بيزوجها هو بيقدر يقرر يا بيعرضوا عليها يا لا فيه ما يعرض عليها لا حدا بيلزمه ما فيه ما فيه الزام اليوم بالعرض على هذا الموضوع وبعدني عم بقول انه ما في عنا ثقافي تتقبل هذا الأمر لذلك نحن ما بدنا نهرب من التعديل القوانين المحصنة الزاميا اللي عنا مجال شرعي نغيرها نهرب منها إلى الأمام هذا يعني الدفتر الزواج هو محاولة اسكات إذا صح التعبير من يطالب بتعديل القوانين اليوم نحن بدنا نقول نرجع نأكد أنه لازم نحصن لأنه نحن بمجتمع بده يعني نوع من الالتفات إلى خصوصياته الزمنية اليوم المرأة عم بتشارك الزوج بمصروف البيت عم بتشاركه بالإنتاجية اليوم بتلاقي كتير من النساء اليوم بتروح هي لأنه موظفه ومش موظفة تروح بتاخد قرد وبتاخد على الإسكان بات وبالنهاية لما بتجي بدأت تطلق الرجل عنده قدرة أنه يجردها من كل هاي الأمور أو يقلها أنه الله ليك تترك خاري يعني وهذا عم تحصل ونحن إذا بدنا نروح على الموضوع القضائي لأنه هي قدمت هذه الأمور تبرعا وحبا بيعتبروا هذا مش دان لحتى يطالبوه في الرجال بقولولا للأسف أنت ضيعت حقك لكن نحن لما من البداية بنجي من إلا للفتاة بشكل الزامي أنه في قانون بيقول أنه أنت لما بدك تشاركه المفروض يوقع معك على عقد شراكي في كل ما هو ملك لما بتجيبي بيت المفروض إذا أنت عم تدفعي من معاشك تاخدي نصيب من هذا البيت هذا ما اسمه تحريض للمرأة وأنه نحن عم نكبره راسهم هذا لا هذا اسمه إعطاء الحق لصاحبه لما نحن بنجي منقول أنه الرجل ما إلو حق شرعا أنه يعني يتسلط على معاش المرأة هذا ديننا هيك بيقول وهذا الإنصاف هيك بيقول لأنه هي عم تتعب بش أنت عم تتعب مجرد أن يكون في بينك وبينها عقد زواج هي ما تحولت إلى أطعب البات عندك فيك تحركها كما تشارك أنت شركة أنت شركة بكل ما الكلمة من معنى ما بيصير أنت أنه أنت بعض الحالات بعض الرجال معاشاتهم أقل من معاشات نسوانهم وبيفرض عليها فرض أنها هي تجيب معاشها وتصرفوا بالبيت ووقت الحساب بيقولها ما إليك شي ما إليك عندي شي هذا الموضوع ليس من العدل ليس من الإنصاف إذا ما كان فيه أوراق مكتوبة بس فيه عند الله كل شي مكتوب ما فيه شي بيضيع وفيه مظلومية عم تحصل أنه هذه الإنساني لما عم تطلق بمطرح ما عم بتروح ما عنده لا حول ولا قوة يعني عم تتعرض لكتير من الابتزاز وعم بتحس حالة ضعيفة مع الأسند لأنه هي أعطت كل شيء بحبه بتفاني لما تركت تركت بطريقة منا كانت فيها نوع من الضمير ومن الإحساس بالمسؤولية قدام رب العالمين أنه نحن هذه الإنساني تعبت إلى تعب عنا لازم نعطيها هياء ما فينا نتكل على ضمائر الناس ما فينا نتكل على أنه والله تدين العالم لأنه للأسف وقت المال اختبار التدين عم بيفشل فلذلك نحن لازم نوضع ضوابط نحمي فيها العيدي بكل أفرادها منحمي المرأة من أنه هي تطلع بالأخير ما عندها ولا حق منحمي الطفل من أنه يضيع حاجاته العاطفية وحاجات الطفولة اللي هو لازم يحس فيها بحض الأمه المسؤولة ونحمي الرجل من أنه يمارس الظلم على عيلته كمان لما نحن بنعطيه قوانين بعض الحالات منخليه أنه هو يمارس فيها حالته الذكورية بلا مسؤولية وبلا راضع ضمير سمحت المفتي قد ما أشكرك على حكيك الحلو ما بوفيك حقك كل اللي فيني يقول لك أنا الله يكثر من أمثالك النصيحة اللي اليوم وجهتها للفتيات اللي عم يحضرونها أنه ركزوا على روب التخرج ما تركزوا على الفستان الأبيض هي نصيحة بتسوى كل الحكة اللي ممكن ينقال عن أي موضوع اللي كان بهالدنيا لأنه هيدا هو الأهم العلم هو سلاح الفتاة أنا بدي نوه وقول أنه حضرتك أول رجل بيكون معنا ضيف ببرنامج الأحد منحكيه اللي هو مخصص للنساء ولكن حضرتك كونك هالقد داعم للنساء وهالقد داعم لقضية حضانتي ضد المحكمة الجعفرية ولأنه حضرتك مثال للرجل يلي بيعتبر المرأة شريكة بشكرك من كل قلبي لأنك قبلت دعوتنا لتحكي بهالموضوع بالمقابل على فكرة فيه كتير من القضاة اللي حاولنا نتواصل معهم من المحكمة الجعفرية ما قدرنا نوصل لهم لنسمع الرأي الآخر لأنه نحن دايما نحرسين على أنه نسمع الرأي الآخر بأي موضوع من كون عم نتناقش وأنا بدي أشكرك كتير كس لنا سلمك شكرا شكرا مشاهدينا وقفة إعلانية أخيرة ومنرجع من تابع الأسم الأخير من حلتنا